السلام عليكم معكم في قاسم رئيسة جماعة الأفراء بإقليم زاقولة عضو مجلس إقليمي أول رئيسة على مستوى الإقليم وتاني رئيسة على مستوى الجهة باسم اتحاد اشتراكي القوة الشعبية من بعد التعليم ديالي الجامعي رجعت للبلاد ديالي اللي هي أفراء خدمت مع العمل الجمعوي خدمت مع النساء عن قرب كنت قريبة ليهم كنت صنت الهموم ديالهم والمشاكل اللي عندهم وبتشجيع منهم أنني تقدمت الانتخابات في 2015 بتشجيع من النساء وبالأصدقاء والأخ الكبير الأكبر مني اللي ومرش جعوني بالخصوص على الخوض تشريبة دي الانتخابات الجامعية دي الالفين وخمسطاش تجربتي في العمل السياسي كأول ولاية كان مرس فيها التسير ديال الجماعة بحالي 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 بقيقى الرؤساء يعني كان مرس تسير بحالي بحالي بقيقى الرؤساء اللي كان مميز هنا أنني حاولت أنني استفد من التجربة ديالي في العمل الجمعوي أنا اشتغلت بواحد المقاربة التشاركية لا مع الناس ولا مع الجميع أعضاء المجلس أي مشروع ولا أي حاجة بغينا نوضعها كتكون بتشارك وبتشاور مع السكينة ومع المجلس اللي كان يميز التجربة ديالي كان مظن أنها بدأ تجربة ديال أول رئيسة يعني بصيغة المؤنات كان دعم ديال زملاء ديال الرؤساء بالإضافة ديال الإشراك ديالي ديال جميع الفئة ديال المجتمع في أي أي برنامج ولا أي مشروع بينا نقدمه كيكون بتشاور مع السكينة ومع أعضاء المجلس آآ تنخدم دائما أن الباب مفتوح لأي مواطن بمختلف تلوين الناس جمعيات تعاونيات شباب أطفال نيسا كل شيء كالباب مفتوح ديال الرئيسة في وجه جميع الناس كانت نطل المشاكل ليلوم وكان حاول وقدر المستطاع أننا ننببئوا ذكي اللي مقدور عليه من طرفي كرائسه ومن طرفي في علاقاتي الشخصية مع الناس في هذه الولاية قدرنا أننا نحقهم جموعة ديال الإنجازات اللي وضعناها في برنامج عمل جماعة بتشارك مع السكينة وبالاشتغال مع الطلبة الجميعين اللي من التراب ديالجماعة الأفرق وضعنا برنامج عمل قريب من السكينة وخرجوا لنا المشاريع من عندهم لكن المشاريع اللي استطعنا أننا ننجزوها اللي كتهم المرأة والطيف اللي كتهم الصحة في التعليم في النقل الندراسي في الماء في الكهرباء يعني مجموعة ديال الخدمات الأولية اللي قدرنا أن ننجزوها ولكن بالنسبة للمشاريع الكبرى لحد الساعة ما زال ما قدرناش أننا ندخلوا في مشاريع كبرى لأن الجماعة كانوا عندها مشاكل كبيرة يلا حولها في كناعة في هذه الولاية البرنامج اللي وجدين عندي فيه دراسات على مستوى الجماعة كانت طهير السائل كان المسالك الكبرى بالنسبة للجماعة توسيع ديال الماء في جميع الدواوير توسيع ديال الكهرباء في جميع الدواوير بالإضافة للطريق الرئيسي والقنطرة ديال المدخل الرئيسي للجماعة هذا بنسبة للمشاريع الكبرى أيضا تصميم النمو ديال مركز الجماعة واللي غيش من إن شاء الله الدواوير الأخرى لأننا تصميم النمو كيش الأولي يلا شامل واحد العدد قليل من الدواوير يعني غدين حاول إن شاء الله أننا نستعيش من جميع الدواوير هذا تقريبا أهم المشاريع الكبرى اللي كتنتظرناه واللي عندنا فيها دراسات وباقي لحد الساعة ما قدرناش أننا نجزوه رسالتي للناس اللي دعموني من البداية سواء النساء ولا الشباب ولا جميع الفئات العمرية اللي دعموني من دون المسيرة ديالي في تسير رسالتي اليوم أن هذا الدعم كانت منى أن يستمر في الولايات الجاية باش نحققوا المشاريع اللي ما زال لحد الساعة بمسبة للشباب كتبالي أن المشاريع ما زال ما قدرناش نحققوا داك الشي اللي كنك نطبحوا لي يلا تم الإصلاح ديال دار الشباب وقدر فيها مجموعة الأنشيطة بالتجهيزات الحديثة كان أيضا البناء ديال ملعب القرب اللي تبنى مؤخرا ولكن هذا شي كيبان ما زال قليل بالمقارنة مع الحجم ديال الساكينة والحجم ديال الدوار اللي كتشكل الجماعة ديال الأفرق أيضا بالنسبة للنساء كان مشاريع اللي كتهمهم قدرنا أننا في هذه الولايات نشكلوا واحد ثلاثة تعاونيات ولكن ما زال حد الساعة الخدمة ما زال معهم خاصة تكمل أن يداروا لهم دورات تكوينية في تسويق ديال المنتوج وأن يقدروا يكونوا مستقلين اقتصاديا بالنسبة للأطفال أيضا مجموعة ديال المشاريع ديال بناء رياض الأطفال قدرنا أن ندخلوا فيهم بشاركات مع مجموعة من القطاعات الوصية على القطاع الحمد لله كينا خدموا ولكن كانت مننا وأن الدعم ديال كومي السامر يكون يتكونوا جنبي باش نقدر أنني هاد الخدمة نقدرون نكملوها إن شاء الله في الولايات الجاية ترجمة نانسي قنقر